اشتركوا في القناة فله به حسن والحسنة بعشر أمثالها وجاء في تتمة الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف فألف لام ميم هذه ثلاثة أحرف فيها ثلاثين حسن فيها ثلاثين حسن فهذا فيه فضل قراءة القرآن الكريم في فضل قراءة القرآن الكريم وأن من يقرأ القرآن له بكل حرف حسن هنا يأتي السؤال إذا كان فضل قراءة القرآن في كل حرف حسن أيهما أفضل إن جلست أقرأ القرآن هل الأفضل أن أسرع في القراءة وآتي بها حدرا سريعا أو أقرأها قراءة متأنية بتدبر وعناية بفهم القرآن هل أقرأها سريعا لتكثر الآيات والسور فتكثر الحروف التي قرأتها فتكثر الحسنات أو أنني أقرأ قراءة متأنية مرتلة في هذا يقول ابن القيم إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل قدرا ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل قدرا ثواب كثرة الكراءة أكثر عددا فالأول الذي هو كراءة الترتيل كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهن أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم أقل فالحاصل أن الكراءة التي تكون بالتدبر أثرها على العبد وعوائدها عليه عظيمة جدا من حيث زيادة الإيمان من حيث تحقيق مقصد القرآن ولهذا ينصح أهل العلم في هذا المقام من يقرأ القرآن أن لا يكون همه متى أختم السورة ولكن أن يكون همه كيف أحتدي بهداياتها كيف أحتدي بهداياتها نعم ترجمة نانسي قنقر